اتهم نائب تركي معارض نظام أردوغان بالفشل في التعامل مع الكوارث التي شهدتها البلاد مؤخرا وأيضا الانهيارات التلقية وحادث الطائرة كما قال بهيج ليك النائب عن حزب الخير المعارض إن هذه الكوارث أثبتت ضعف النظام الحاكم مضحا أن الأزمات تتوالى على البلاد وليس لدى الحكومة أقلية تمكنها من تخطيها أو الخروج منها بأقل الخسائر